انا عندي نوعين من مصادر الدوق مصادر طبعية ومصادر صناعية طبعا المصادر الطبعية هي مصادر خلقها ربنا سبحانه وتعالى مفيش للانسان دخل فيها خالص ايه هي بقى عندي مصادر الدوق اللي ممكن يكون طبعية مليش فيها دخل خالص دي من عند ربنا اول حاجة عندنا الشمس طبعا نهارا انا باخد الدوق بتاعي من الشمس طيب في عدم وجود الشمس ليلا ما هي مصادر الدوق النجوم طب حد يقول لي طيب بالنسبة للقمر القمر مصدر من مصادر الدوق لا القمر لا يعتبر مصدر من مصادر الدوق وهنا ده سؤال مهم جدا علل لماذا لا يعتبر القمر مصدر من مصادر الدوق برغم انه منير هنقول بقى ايه القمر يعتبر جسمه معتم الله طب هو منير ليه في السماء لانه بيعكس ضوء الشمس فقط الساقط عليه يبقى القمر لا يمكن ان نعتبره مصدر من مصادر الدوق بالرغم من انه منير لانه بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه فقط لذلك للوقتي احنا عندنا اثنين مثالين بس من مصادر الدوق الطبيعية الشمس نهارا والنجوم ليلا طيب بالنسبة لمصادر الصناعية يعني ايه مصادر صناعية يعني مصادر الانسان هو اللي صنعها طيب انا عندي دلوقتي الانسان قديما قبل اختراع الكهربا لان احنا مش من البداية واحنا معنا الكهربا الكهربا دي اخترعناها من فترة قبل اختراع الكهربا كان عندي مصادر للدوق صناعية وبعد اختراع الكهربا بقى عندي مصادر حليسة طيب المصادر قديما كانت ايه؟ اول حاجة كان عندي الشمع وكمان النار وكمان مصابيح الكيروسين طيب ايه هو الكيروسين ده؟ الكيروسين ده سائل قابل الاشتعال بنستخدمه لتوليد نار واضاءة المنازل ده كده ايه قديما بعد اختراع الكهرباء بعد اختراع الكهرباء بقى عندي المصابيح الكهربية